بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى لهوى أصحابه إليهم الدين وبعد فنحن أمة الإسلام أمرنا أن نتناصح وأن نمر بالمعروف وننهى عن المنكر وأن ندعو إلى الله عز وجل بالحكمة والمعيضات الحسنة فالهدف من النصيحة والأمر بالمعروف والنهي على المنكر هو الإصلاح إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله علي توكلت وإليه أنيد والهدف الأسماء كذلك والقصد من التبليغ ومن الدعوة هو أن تؤثر في من تلقى عليه وفي من يستمع ومن أسباب تأثيرها على المستمع هذه الكلمة وهذه النصيحة وهو أن يكون الداعي إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف النهي على المنكر أن يكون عامل بها آمر بما يأمر ومنتهي عن ما ينهى وإلا فينطبق عليه يقول تعالى تأمروا الناس بالبر وتنسون أنفسكم أنتم تتلون الكتاب فلا تتأثر كلمة مثلا الذي يتعاطى للتدخين ثم يأمر الناس أن يقلعوا عن التدخين فهذه كلمته لا تؤثر في من يسمع له كذلك الذي يصرق ينهى الناس عن الصرقة وهو يصرق الذي ينهى الناس عن الكذب وهو يكذب الذي ينهى الناس عن الغش وهو قد غش أو يغش فلا بد أن يكون الإنسان عامل بما يأمر ومنتهي عن ما ينهى يا أيها المعلم له هل لا جعلت لنفسك ذات تعليم فعلم نفسك أولا ثم أعلم غيرك أديب نفسك أولا ثم أديب غيرك قوم نفسك أولا ثم قوم غيرك أمر نفسك أولا ثم أمر غيرك إنهى نفسك عن غيها أولا ثم إنهى غيرك أصلح نفسك أولا ثم أصلح غيرك إنصح نفسك أولا ثم إنصح غيرك وهكذا إذا قام الإنسان بهذه الوسائل وبهذه التوجهات فلش كأن كلماته ستؤثر في من يسمعها وفي من يتلقاها والمشكل الذي نقع فيه اليوم نسمع الخطب ونسمع الدرس ونسمع المواعظ ونسمع النصائح ولكن لا تأثير لها كثير في الواقع فأين الخلل؟ إذن لا بد أن يراجع الإنسان نفسه المربي يراجع نفسه المعلم يراجع نفسه الأستاذ يراجع نفسه الخطيب يراجع نفسه إن كل إنسان يراجع نفسه إذا تبوأ منصيب أو مكانة في المجتمع ونصى الله أزوجل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه والحمد لله رب العالمين